وشيخ المفروض الأصل في الزواج الإشهار فلو في حد في واحد انت ليه بتلخبط ما بين الموضوع بتاع الحلقة وهو قضية الصداقة وبين الزواج احنا مش بنتكلم دلوقتي في الزواج احنا بنتكلم في العلاقة اللي بين الولد والبنت اللي في مدرسة واحدة واللي في كلية واحدة وهكذا تفضل قول قول كنت أقول بس ان هو الأصل في الزواج الإشهار فهل لو في واحد على العلاقة بواحدة والناس كلها عارفة وفي شهود عادة فالدخي ده خلاص زواجه لا طبعا لا ده ما هواش إشهار لأن العقد له أركان الإشهار شرط فيه لكن العقد له أركان ده كده ما استوفاش أركانه نعم تمام دلوقتي بالنسبة للموضوع الصداقة وأنه ينفع أنه ما يبقى فيه اختلاف بين الولد وبنتها دي ففي منشأة زي الأزهر مثلا من بداية من المرحلة الإعدادية فبيبتدي أن الولاد يكونوا في مدرسة واحدهم والبنات في مدرسة واحدهم وكذلك جامعة أزهر ليه بيعملوا كده؟ طلبة الاختلاف تعاد بيعملوا كده لأنه دي طلبات الأهالي الأهالي عندنا في الثقافة الموروسة كانت كده تمام طب لو الأهالي يعني بشكل غالب بيبقى طلباتهم أنه هو يبقى فيه انفصال فكده بشكل غالب برضو مش هيبقى فيه حد متقبل فكرة أنه هو بنته أو ابنه يكون على علاقة يعني بحد تاني فكده مش هيبقى فيه عفاف خلاص ما فيش عفاف يبقى معانا يبقى بقولنا إنه ما كانش فيه عفاف يبقى بلاش العلاقة دي ما هي واضحة هي أصل خريطة واضحة لكن إحنا اللي بنغروش على دفسنا نعم زي أنا في الجالية وهم صغيرين كانوا بيتجوزوا بدري وعشان يتقوا نفسهم من الشهوات بتاعتهم فازاي الواحد يتقوا نفسهم من الشهوات سواء هو مع علاقات صداقة مع الناس كتير بحيث أنه سواء ودي ما تأثرش عليه في العلاقات بعدك ويتخلخ للعاف فازاي محرك ودي نبع السلام قال من استطاع منكم الباء اللي هو المصاريف بتاعت الزواج فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجرب العلماء والأولياء حكاية الصوم دي كان الإمام النووي عنده خمسة واربعين سنة وما جوز وكان يصوم كل يوم وكان الصيام بيجيب نتيجة في هذه الحالة اللي انت بتوصفها فالحمد الله الصيام ده فعلا بيقلل من الاندفاعات وبيقلل من التصرفات الهوجة اللي ممكن تصدر في هذا السن وفي هذا المقام شكرا للمشاهدة